بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سماحة الشيخ لدينا مجموعة من الرسائل يغلب عليها الاستفتاء عن الحج هذه رسالة من جدة من ثاني وحسن الثاني يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ ما حكم المبيت لمزدلفة وهل يجوز للحجاج أو للحاج أن يذهب من مزدلفة إلى ميناء قبل طلوع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى له وأصحابه والاهتداجون أما بعد فقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن العيد المزدلفة أمر محترم لأن الرجل صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني ملاسعتهم اللهم صلى الله عليه وسلم جلس بها أيضا يذكر الله ويدعو مستقبل قبلة وينغرم من المشعر فحسن ولكن كل مزدلفة موقف الحمد لله في أي مكان منها يذكر الله ويدعو مستقبل قبلة حتى يسفر فإذا أسفر انصرف إلى ميناء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا نبيت واجب عند أهل العين هذا الصحيح وقال بعضهم يكفي المرور بها ولكنه قوله ضعيف ويجوز للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن ومن كان معهم بصحبتهم الانصراف المستقبل في آخر الليل بعد مضي نصف الليل والأفضل بعد غروب القمر كما جاء في هذه الأسماء بنت أبي دكر فإذا غاب القمر انصرفوا إلى ميناء كما أذن النبي لأسوده لغيرها وليوم سلمه هذا هو المشروع ومن بقي من الضعفة مع الناس فلا بأس فإذا انصرفوا من مستليفة في آخر الليل توجهوا إلى ميناء ورموا جمره إن شاءوا وإن شاءوا جلسوا في ميناء حتى يرموها نهارا هم مخيرون ومن رمها ليلا كما رمتهم مسلمة في آخر الليل فلا بأس في الضعفة يرمونها ليلا في آخر الليل ثم ينصرفون إذا شاءوا إلى مكة للطواف ولا سجم النساء فإنهم يخشون أن تلجل بهم العادس السحرية فتمنعهم من الطواف لتوجهوا إلى مكة مسرعين آخر الليل من الطواف فلا بأس كل هذا لا حرج فيه بحمد الله أما الأقوياء فالسنة لهم المدينة والسريفة حتى يصلوا بها فجر وحتى يقفوا بها بعد الفجر حتى يسروا هذه السنة ومن ينصرف من الأقوياء مع الضعفة في آخر الليل أجزأه ذلك وصحح حجه في أصحح قوله علماء ولكنه ترك أفضل نعم نعم حسنتما في الحقيقة لديهما سؤال آخر يقولان هل يجوز التقاط جميع الجمرات من مزدلفة للجمرات الثلاثة في الأيام الثلاثة أم لا يجوز الانتقاط والجمرات جائز من مزدلفة ومن بقية الحرم نعم ومن عادة العامة أنهم يلتقطون الحصاء كلها من مزدلفة وأنهر يعمل السلف ذلك ولكن الأفضل علم ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم إنما تقط سبعا يوم العيد صباحة العيد تقطها الأول عباس وعطاها إياها ليصدقه السلام وجعل يقبضها في يده ويقول أمثال هؤلاء يفرموا وإياكم ورؤوا في الدين فإنما هلك من كان قبله والغلوه في الدين سبع ما لقت الله سبع مثل حصى الغذف صغيرة يعني مثل حصى مثل بعر الغلم غير الكبير يعني بعر الغلم لك لست بكبيرة هذا هو حصى الغذف فوق الحن مصود لنا بندق يرمي به جمرة يوم العيد وإن لقطه من ميناء كفى ذلك فإن ظاهر الحديث أنه لقطه من ميناء عن صد وسل لقطه له صباحا يوم العيد من ميناء ابن عباس فظاهر السياق فإذا لقطه من ميناء أو من مزليث فلا باس كله طيب وكله كافي أما بقية الديمار فلقط من ميناء هذا ظاهر السنة وإن لقطه من مزليث وجمعها فلحة لكن الأفضل ألا يتخلف يقطه من ميناء ويكفي والحمد لله كل يوم واحد وعشر حصات من ميناء لجمارات الثلاث في الحدي عشر والثاني عشر وهكذا الثاني عشر لمن يتعج نعم عندهم أيضا السؤال ثالث ومما قد يرط في العامة أنهم إذا وصلوا من مزليث فاشتغلوا بلقط الحصى قبل الصلاة وقبل كل شيء فلا باس إذا أراد إذا صلى وتفرع وتعشى إذا حبيلقطها لا باس وإن تركها منها كفى ذلك والحمد لله المقصود العامة يتكلفوا في هذا ولا سأله أصل بل إلا قطها من مزليث فلا باس بعد ما يوصلي بعد ما يستريع وإن تركها حتى يلقطها منها كفى ذلك والحمد لله جزاكم الله خيرا في الحقيقة هو كان سيسأل عن هذا السؤال أتابكم الله سؤاله الرابع يقول فيه الأخوان إذا نقصت الأحجار التي تأخذ من مزدلفة لجمرة العقبة هل يأخذ لها من غير مزدلفة أم لا وفقكم الله تقدم أنت لها وأن أخذها من مزدلفة ما هو لا شيء نعم لو نثرها أخذها من مزدلفة ونثرها واخذ غيرها من مزدلفة كفى فإذا أخذها من مزدلفة سبعة إذا مطاح منها شيء يأخذ منها الحمد لله ولا حاجة إلا ينقلها معا ينظرها منها يكفي سؤال ثاني وحسن الثاني من جدها الأخير يقولان هل هناك أدعية خاصة يقولها الحاجة في مزدلفة وما هو المشعر الحرام نرجو الإجابة على أسئلتنا مع قبول الشكر المشعر الحرام يدعون عند الإنسان مثل ما شرع الله الدكري يدكر الله يدعو قال الله جل وآله فإذا أفضت بالعافات فاذكروا الله أن المشعر الحرام واذفره كما هداكم وإن كنوا غلل أبضل ثم أفيضوا من هذوا فضل فاستغروا الله فإذا أتى المشعر يدكر الله يعجب الزلفة لا إله إلا الله وعده لا شريك له له منكم وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز عاده ونصر عبده وهزملة أهزاب وحده سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وله الله أكبر لا إله إلا الله وننبدو إلا إياه له النعمة وله الفل وله التنى والحسن لا إله إلا الله مخلصيا له الدين وله كريح الكابر وإجتهي في الدعاء أيضا وإستفى رب سبحانه وتعالى نعم هذه الرسالة من الأردن المملكة الأردنية العسمية الزرقاء مديرية سرطة الزرقاء العريف عبدالقادر صلاح في الحقيقة الأخ عبدالقادر يعرض مشكلة مالية فيما أعتقد يقول ما حكم الدين في علاج أو في علاجات منع الحمل واستعمالها حيث أنني متزوج ولأطفال وأن الطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب وتتم تغذية الطفل بواسطته علب الحليب المجفف مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرابات نتيجة هذه التغذية مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب لسبب ارتفاع التكاليف حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقف في تأمين احتياجاتها الضرورية وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال علاجات فما لي سوى أن أعتزل زوجته لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علاج من الحمل كثير لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناوأت المرأة لأنه يجل عدم سبوال الحمل أو أنت سنة أو سلاثين لا بأس في ذلك عندما حاجة إلى هذا لا حرج في ذلك وإن أرأت الطفل ولم تتركه للحليب المجثف فذلك أفضل لها إذا تسر أنها ترضعه وحصل فيها لبن فإنها ترضعه هذا من أسباب عدم حملها مادم ترضعه حتى تخطمه هذا في الغالب بإذن الله فإنها لا تحمل في الغالب فترضعه وتكفي زوجها مؤنة التعب الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى فإذا قدر أنها لس فيها حليب فإنه يعتني بما يجب حول الطفل وسوف يعطيه الله من فضله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ونرزق منه الأحس ومن يتق الله يجعل له نمره بسر فعلى والد الطفل يستعين بالله ويسأله بفضله وأن يتعاطى الأسباب جيدة أسباب الرزق وله البشرى سوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى ولا بأس أن تعاطى مرأة الحبوب التي تمنع الحمل لمدة سنة و سنتين لفقا بالوالد عن ثوائي الحمل ويفقا بها أيضا عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة لا حرج في هذا إن شاء الله وإن صبرت على حمل وصبر أهواء على الحمل ولو توالى فعلى خير إلى خير ولعل الله يخز من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين فالحاصل أنها تعاطحوا الهبلة بس بها إلى العالي إليها لكن لا يطول مدة سنة و سنتين ثم تترك حتى تتعمل حتى يكثر الأولاد والله هو الرزاق ولا ينبغي لها أن يحفز منها ما ينبغي الوالد أن يأكل مشقة من المؤونة فإن الله سوف يوسرها ويعينه عليها إذا لجأ إليه واستعان به سبحانه وتعالى أحسنتم الرسالة الآن وردت لنا من بقيق من الحجاج حاسين قاف وميم نوندل يسألون عن الإحرام يقولون عندما وصلنا إلى المقات طهرنا طهورنا للصلاة ثم لبسنا الإحرام وبعد ذلك قلمنا أظافرنا وأخذنا من شواربنا بعد ذلك لبينا بالحج هل إحرامنا هذا صحيح أم أنه لابد من إزالة هذه الأشياء قبل منابس الإحرام علما أن ذلك تم قبل النية أو قبل التلبية أثابكم الله كل هذا لا حرج فيه إذا قص شاربة وقلم أنفارها بعد اللبس لبس الإزاوة الردة أو قبل ذلك قبل النية فلا بس كله طيب المقصود أنه يغتسل ويتطيب ويقلم أنفاره ويقص شاربة ويأخذوا إبطاء إذا كان فيه شيء قبل أن ينوي قبل أن ينوي العمرة هو الحج قبل أن يلبي أيضا هذا هو الأفضل ولو ترك ذلك فما أخذ شيء من شارب ولا ظهر ولا اقتسل ولا طيب لا حرج عليه كل هذه مستحبة لو أحرمه ولا مقتسل ولا مقتسل ولا مقتسل ولا ظهر فحجه صحيح ورثه صحيح والحمد لله إنما هذه أمور مستحبة عند الإحرام ولو فعل ذلك في الطريق أو في بيته من أكثر في الطريق قبل الإحرام بساعة أو ساعتين أو كذا أو أخذ شاربة في الطريق أو قبل أن أظهر في الطريق أو نتفايبط في الطريق كفى ذلك أو في بيته في البلد كل هذا الحمد لله هذه الرسالة وردت من عادل إبراهيم الحمود الخبر يقول أرجو من سعادتكم أن تعرضوا هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وجزاكم الله خيرا نحن يا أخ عادل نعرضها الآن على سماحته فضلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله لا يخفى عليكم بأننا نمر في هذه الأيام بفتن شتى حتى أن أحدنا قد يقع في إحداها وهو لا يعلم لذلك وجب السؤال في هذه الأيام كثرت تعامل بالأسهم البنكية وغيرها حتى أننا لا نجد بيت من بيوت المسلمين إلا وقد تعامل بها إلا ما رحم الله وتعطاها وقد يظن الكثير أن التعامل بها حلالا وآخرون يقولون أنه حراما فاختلط الأمر علينا حتى وجدنا فيكم من يرشدنا ويرشد المسلمين إلى ما فيه هدايتهم وصلاحهم إن شاء الله تعالى نرجع لفادة في ذلك لا شك أيها الأخ السائل أن الهنوك الربوية يحرم التعامل معها ويحرم مساعدتها فالهنوك التي تفعامل بالرباء لا يجزو الاشتراك فيها ولا تعاون معها لأن لا تدافر في قوله سبحانا ولا تعاون على الإثم والعدوان فلو اشترا منها سهام ولا تعاون بشيء لأنها تعانى على الإثم في هذا أما البنوك الإسلامية التي لا تعاون بالزباء فلا بأس بالاشتراك فيها والتعاون معها لأنها تعاون بالرغوى والتقوى فينبغي المؤمنين أن يحضروا هذه الأشياء التي حرم الله عليه فالتعامل منها البنوك المدربوية مما لا يرى الله الله سبحانه بل لا يجزو ذلك سوء كان التعاون بالكتابة والمظيفة أو التعاون بمساهمة فيها وبدل النال فيها ومشاركة كل هذا لا يجوز لأن الرجل صاري لعنى كاتب الرباء وأكل الرباء وموكلة وشاهدي لأنهم يتعاونون بهذا والتعاون على إذن الأدوان أو محرم فالكتابة للرباء والشهادة على الرباء وأكل الرباء وإيكال للرباء كله محرم وهكذا أنواع التعاون مع المرابين نعم أحسنتم هذه الرسالة تتعلق بالحج أيضا وسعد زيد الشامي الثقبة المنطقة الشرقية يقول حجيت بزوجتي وعرضت علي زوجتي عندما أردنا الذهاب أو عرضت علي ذهاب أختها معنا للحج وأردت الامتناع لأن أختها ليست محرما لي إلا أني خشيت بأن تظن زوجتي أني لا أريد أختها تحج معنا فقط أفيدونا عن حكم ذهاب أخت زوجتي معنا وما حكم حجها هذا هل يكفي عن حجة الإسلام جزاكم الله خيرا هذه جوابها أيها السائل لا شك أن سفر مرأة بدون محرم هو لا يجوز فقط صحى الرسول لله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسافر مرأة إلا معني محرم فوجب على المسلمين إمثال أمر الله وعمر الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز مرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا بمحرم وهو أخوها أو عموها أو أبوها أو زوجها فأخت الزوجة لس لها محرما فليس لها أن تسافر معك ولو واضبت أختها فليس لها أن تسافر معك للمألة الحج ولا غيره ولا كأن تعتذر بأمر الشرعي وتقول لا يسعني أن تسافري معنا ولا أستلي بمحرم وهذا هو الحق الواجب عليك وعليها الاقتناع بأمر الله وبحكم الله سبحانه وتعالى لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار إما تعاطت من الإذن والحج صحيح لأنه وقع موقعه لكن الوسيلة إليه غير جائزة فعليها التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار وعجها صحيحية أحسنتم أيها السادة إلى هنا وناتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه الرسائل وأسئلة والسلسارات كل من المستمع ثاني وحسن الثاني من جدة والعريف عبدالقادر صلاح الأردن الزرقاء والمستمعان حاسين قاف وميم نون دال بقيق ويسئلون عن حكم الأخذ من الشعر والأظافر بعد لبس الأحرام وقبل التلبية وقد سمعنا من سماحته أنه لا شيء في ذلك وأيضا رسالة عادل إبراهيم الحمود من الخبر وأخيرا سعد زيد الشامي من التقبة شكرا لسماحة الشيخ وعبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحث العلمية والإفتا والدعوة وإرشاد وشكرا لكم أيضا أيها السادة وحتى نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته